أعزائي طالبات وطلبات السنوية العامة أهلاً ومرحباً بكم في برنامجكم المفضل مدرسة على الهواء دعونا في البداية أن نرحب بالأخ الزميل الأستاذ تامر صفة أستاذ المادة بوزارة التربية والتعليم أهلاً وأسهلاً بك مستر تامر مستر تامر وحمد الله على السلامة قد عمر مفاقاً إن شاء الله عبالي الحج بإذن الله عربنا تكبل من جميع رب أشكراً موضوع درسي اليوم إن شاء الله مشكلة تبدل القيم وإن شاء الله إذا أسعفنا الوقت سوف أيضاً نناقش مشكلة هامة للمجتمع ألا وهي قضية البطلة نبدأ في مشكلة تبدل القيم أعزائي الطلاب نقول لكل مجتمع نصق قيمي يوجه أبنائه يوجه الناس فيه ولكن هذا النصق القيمي قد يطرق عليه التغير ولعلينا أن نتساءل كان هناك قيم لدى القبار قوية في الماضي هذه المشكلة التي نعاني منها مستر تامر كانت هناك قيم لدى القبار قوية في الماضي الشهامة، القرم، الإصار، الإخلاص في العمل، التفاني في العمل ولكنها أصبحت تضعف في الوقت الحاضر أمام قيم المادة، الأنانية، حب الزات أيضا لابد أن نتساءل كما تساءل وكما قال أستاذنا في الفلسفة في المنطق الوضعي الدكتور زاكي نجيب محمود وقال نحن نعيش في عصر أزمة القيم ولكن مش هنقول بقى اللي ما معهوش فلوسة مستر تامر ولي معاه ومش عارف إيه ولكن هذه المشكلة بالفعل مشكلة حيستاذنك الأول قبل ما نبدأ في هذه القضية نطرح سؤال الحلقة على أبنائنا الطلاب ونتمنى يكون كل طالب معاه وراء وألم ويكتب وراءنا السؤال ويحاول يتصل بنا على تلفون البرنامج ونحن طبعا في انتظار المكالمات السؤال بيقول صحة أم خطأ مع التعليل؟ علل صحة أو خطأ العبارة مستوى الوعي الاجتماعي واحد لدى جميع الأفراد علل صحة أو خطأ العبارة مستوى الوعي الاجتماعي واحد لدى جميع الأفراد عزيز الطالب عليك بإجابة هذا التساؤل والاتصال بنا ونحن في انتظارات مستر تامل لو أردنا أن نلقي الدوء على مشكلة تبدل القيم ماذا نقول للمجتمع والأبنائنا الطلاب؟ تفضل حضرتك طيب أشكرك أستاذ باسم طبعا الموضوع ده من أكتر الموضوعات المهمة خاصة في الزمن اللي احنا فيه لأن حالك لما بتغير القيمة بتغير معها المجتمع بأكمله من جميع الزوايا لأن كل مجتمع ليه مجموعة أو نصق قيمة بيوجه من خلال وسلوك أفراده طالعا النصق القيمة ده علماء الاجتماعي احنا بندرسه ليه لأنه بنفسر منه الكثير من الزواهر الاجتماعية عندنا في علم الاجتماع يعني حرارك لما بعرف فيه نسبة انحراف في أطفال شوارع إذن بتأكيد هناك قيم وصلتنا لهذه المشكلات الاجتماعية فالمشكلات الاجتماعية ليست ولدة لحظة ولكن وليدي تراكمات من القيم التي تم تغييرها إلى الجانب الأسوأ أو السلبي طيب احنا بندرس ليه تبدل القيم في الموضوع والمقدمة بتاعتنا قلنا مشكلة تبدل القيم كل مجتمع ليه نصق قيم معين النصق ده بيبقى ثابت نسبانا شباب بيقعد معنا فترة ولكن بعد سنوات طويلة قد يحدث له بعد التغيير يشعر أفراد المجتمع بعدم الاستقراري أو السلس باسم يشعر بعدم الابتزان ناتجة تغييرات هذه القيم طيب القيم ده بتتغير إليه في الغالي احنا ما عندناش مشكلة لو تغيرت للأحسن هي المشكلة إذا تغيرت إلى الأسوأ للأسوأ يعني زي ما هرقتا فضلت قلت في بعض القيم اللي كانت موجودة وطبعا مش بنمحها كليتا ولكن ما بقتش أكثر انتشارا وبقول كانت قوية في الماضي أقوى وقوية لدى الكبار ولكنها أصبحت تدعى هي موجودة ولكنها أصبحت تدعى في الوقت الحاضر زي الشهامة زي التضحية زي الإخلاص زي الاهتمام بالوقت زي النظام طبعا تلاقي مثلا حتى بعد الشباب يقولك ده بابا منظم قوي بروح انديتيتا كده لو قمت من الانتريقة والكنبة كده وفي حاجة وقعت ولا المفرش وقعت تقول لي بصي كده عندهم نظام السيطرة مش معدولة قوم يعدلوها ما كان دايما كان الكبار عندهم حيط نظام الاهتمام بالوقت الوقت عندهم ده مش ضايع بسهولة كده رغم ان كان الزمن مختلف ورغم ذلك كان عندهم قيم إيجابية كبيرة كانت القيم دي عندهم قوية بيتمسكوا بها بقوة ولكن هناك بعض الضعف في بعض المجتمعات مش عندنا برضو بس يعني في بعض المجتمعات تتبدل القيم القوية الإيجابية إلى قيم أضعف منها زي المادية زي الأنانية زي المصلحة زي ضايع الوقت زي الإهمال في العمل دلوقتي بتلاقي القيم بيتأضعف شوي من هنا بدأنا ندرس مشكلة القيم إيه هي بقى ما ظهر تبدل القيم كيف يمكن مواجهة تبدل القيم ديكة المقادمة اللي نتخشي بيها على موضوعنا نريد أن نزرع قيمة في نفوس أبنائنا الطلاب عزيز الطالب عليك أن تتساءل لما الأب أو الجد كان لديه الشهامة في المواقف لديه التضحية من أجل الوطن أو من أجل الآخرين أن يضحب نفسه من أجل الآخرين ومن أجل الوطن لماذا لا نزرع هذه القيم في نفوس الأبناء أيضا مستر تامر كان عنده الإثار تفضيل الغير على النفس أين هذه القيم قال للإخلاص في العمل لماذا لا نتفانى في العمل في الوقت الحاضر ونعود إلى قيم أبأنا وأجددنا ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن مظاهر لتبدل القيم نرى أن هناك اهتزاز في المعايير أول حاجة مستر تامر اهتزاز في المعايير مما قد إلى وجود انحرافات داخل المجتمع يعني إيه اهتزاز المعايير يعني أصبح مستر تامر ما فيش معيار ثابت في المجتمع أصبح كل واحد يعني يحاول يدير الأمور من وجهة نظره الشخصية المفروض هناك حقات زي قيمة الحق قيمة الحق يجب أن تكون ثابتة في أي زمان وفي أي مكان أمام ابني ابن عمي صديقي دان في أي موقف إذا طلب مني أن أقول كلمة حق لا تتغير بتغير الأفراد ولا تتغير بتغير الزمان والمكان يبقى إذن بالفعل القيم اهتزت في الوقت الحاضر وأدت إلى وجوك كثيرا من الانحرافات اتفضل حضرتك طبعا وينتق برضو الصراع بين طبقات المجتمع أستاذ باسم نتيجة تضارب هذه القيم لما لقى المجتمع مثلا طبقة معينة لها قيم معينة في عددتها وأفرحها وطريقة أكلها وتناولها وتعليمها وهناك طبقة أخرى في المجتمع قد تكون أقل منها لقى نظام أفرح أخرى أو نظام أفرح آخر ولها قيم مختلفة ولها نظام تعليم مختلف ولها سلوكيات مختلفة طبعا أنت منتظر إيه من مجتمع بيحصل فيه اختلاف في القيم تماما لما الطبقتين دول بيقربوا من بعض أو يجوا ويتعاملوا مع بعض بالتأكيد لازم ينتج صراع وقلنا صراع طبعا خلنا قبل كده التفاعل سلبي وعمليها الدماء ينتج صراع بين الأجيال جيل الآباء وجيل الأبناء إحنا مختلفين عن بعض دول يدليهم تفكير وإحنا لينا تفكير طبعا ملناش جاءوا الشاباء عشان مدخلاشوا حتة المراهقة المراهقة كان لها حلة خاصة وقلنها ولكن إجمالا المجتمع لما بقى فيه قيم شوف أنت والدك والدتك بيعملوا إيه وأنت القيم عندك إيه شوف أنا والدي والدتي بيتمنوا الإحترام إزاي وبييتبدوا الإحترام إزاي والوقت والاهتمام بالوقت والنظام والعمل وأنا بالنسبة لهم عامل إزاي مدى طبيعي ينتج عدم استقرار في البناء الاجتماعي يبقى المجتمع كده مش هيبقى متماسك وبالتالي عن عطل التنمية يعني ما عندناش إنتاج لأن كلنا مش ماشيين يد واحدة كل واحد في اتجاهه وعنده قيم مختلفة يعني حضرتك بترى أن من مظاهر تبدل القيم في المجتمع وجود الصراع بين طبقات المجتمع طيب أنا أعطي لسيادتك مثل واقعي ومفاجئ للجميع هل تتوقع أن تبدل القيم ليس بين الطبقات فقط بل داخل العائلة الواحدة يعني العائلة فيها الغني فيها الفقير أنا بشوفها في الأرياب بعنايا لو حد مات من طبقة الأغنياء ترى بقى أسوان والناس كلها وقفة بالجامل وحاجات غريبة جدا طيب إذا مات أحد من العائلة أيضا ولكنه فقير ترى بعض الأغنياء حتى لا يجلسون في المأتمع يعني أصبحنا في كارثة أخلاقية كقيم بالفعل في صراع الناس الأغنياء حاسين كده أنهم لهم قيم برتقور خاص بيهم والناس الفقراء لا 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 أرجوكم القيم لا تتبدل القيم ليست خاصة بالأغنياء أو الفقراء فقط ولكنها واحدة لدى الجميع نأتي مثال آخر مصداقا لكلام حضرتك الصراع بين جيل الأبناء والأباء وأنا عجبتني كلمة الأبناء قبل الأباء لأن الصراع يبدأ بالفعل من الأبن اتجاه الأب زي إيه يا مستر تامر زي مثلا تلاقي مثلا ولد عامل كده شعر وإيه عرفت ديك ومش عارف إيه تلاقي الأب يقوله يا ابن كده عيب يا ابن شكلك مش كويس تقوله لا لا ما عليش يا بابا دي الموضة انسى أيامكم منتو خالص بنت بتلبس لبس برضو لا يتطفق مع قيم وعادات وتخليد المجتمع ما ده الصراع تلاقي الأم تقوله يا بنتي كده غلط يا بنتي مش عارف إيه تقوله يا ماما دي الموضة انت كان أيامكم حاجة تانية غير دي خالص يبقى إذن تبدل القيم أصبحنا فعلا في مشكلة ما وزي ما قلت حضرتك المجتمع في حاجة إلى وجود أبناءه لأن إذا كان هناك مشكلة في القيم داخل المجتمع فلابد أن ينتق عن ذلك تعطوا الخطط التنمية داخل المجتمع ممكن نحفظ لهم بثلاث كلمات سريعة أصدر حضرتك اهتزاز معيير صراع الطبقات صراع أجيال تاني اهتزاز معيير صراع الطبقات صراع أجيال دول التلاث نقاط اللي بنقول عليهم مظاهر تبدل القيم والمظاهر يعني الأشكال وينتج عن ذلك آه طبعا أكمل وينتج عن ذلك عدم استقرار في البناء الاجتماعي المجتمع مش مستقرر في البناء الاجتماعي والتكوين الاجتماعي وتعطيل عملية التنمية طيب ولكن ما يهمنا بقى أستاذ بيس مواجهة تبدل القيم أو أسليب مواجهة تبدل القيم احنا مش مختلفين إن القيم نسبية كله مطافق على كده القيم إيه؟ نسبية متغير تتغير من زمان لآخر وقد تتغير من مكان لآخر ولكن التغير ده اللي يهمنا فيه بقى عايزين نعرف حكتين مهمين أولا أستاذ بيس بصوا يا شباب عايزين نعرف اتجاه تبدلها هي راحة فين ونوعية القيم الجديدة دول حكتين دول مهمين جدا أنا مش بغير وخلاص أنا عايز أعرف اتجاه التبدل بتاعها راحة قاني اتجاه يعني أنت بتقلد مين؟ أستاذنك عشال أبيعان أتفضل معنا أتفضل سيارة تلفوني أحمد من دمجات ألو ألو أهل يا أحمد أخبارك أهل مبسوط من البرنامج؟ أي يا أحمد طب اتفضل يا حبيبي عندك سؤال ولا تجاوب على سؤال الحلقة؟ لا أجاوب على سؤال طب أستاذنك أعل الصوت يا أحمد أهل أعلن أقول العبارة خطأ أعلن الصوت يا أحمد بعد إذنك العبارة خطأ ماشي ما فيش أعلم كده يعني؟ لا في العبارة خطأ تمام أتفضل أعلن أقول للتعليل هتقول للتعليم من أب مصادر تشكيل الوعي اللي بأفرضه المجتمع فالمؤسسات التعليمات صادر الفضاء على دراك واجع مشكلات مجتمعية فالشخص المتعلم يكون أكثر بقية من الشخص الغير المتعلم كما يكون أكثر قدرة في الاستجابة الواقع مجتمعية والمساهمة في تغييره وتطويره طيب دي إجابتك يا أحمد؟ ونقول برضو كل إياه بتاعت مستوى الوعي للصحفي يختلف عن مستوى الوعي المطلوب من الرجل العادي طب حاول يعني إيه؟ برضو تركز في إجابة السؤال الثاني يعني الإجابة مش هنقدر نقولك لا في آخر الحلقة لكن برضو عندنا التحفظ شوية يا أحمد طيب في أي سؤال عندك؟ أيه في سؤال؟ أيه تفضل في علم نفسه أو المجتمع؟ السؤال بيقولي صح وغلط يتساوى الزكور مع الإنس في المال؟ قد انت دخلت علم نفس أيه أتمنى مسترتمل جميع عبناءنا طلابين تصل بنا يكون إيه؟ في الفرع اللي احنا بنشرح فيه بتقول يتساوى الزكور مع الإنس في المال الزكور والإنس في الميون في الميون ماشي يا أحمد أشكرك جدا على الاتصال وأنا استمع إلى الإجابة ماشي حبيب في أي سؤال تاني؟ أقرأ شكرا طبعا هو في الميل يا أحمد الجزء دو موجود في حتتنا أو الساس باسم موجود في الفروق الفردية جزء منه وموجود في درس الميل فالسؤال مش هيبقى أدق كده فبس عموما يا أحمد الميون عند الزكور يتميزون بالميل الجسمانية والأعمال الشقة والأعمال القوية أو الأعمال التي تستخدم ذاتها التأثير البدني الكبير أما الإنس عندهم بعض الميون ميون الجمالية ميون فنية ميون أدبية ميون موسيقية ميون إقناعية أنا جاوبت لك بنان على حتة الفروق الفردية أو الساس باسم وحتة درس الميل ذات نفسه ولكن السؤال هيبقى أدق لو جالك في الامتحان عن كده إن شاء الله وفي حاجة تانية مستر تامر برضو بقول يتساوى الزكور طبعا العبارة خطأ وعلى فكرة مستر تامر برضو معلومة نقولها له ليست توجد ميون للذكور فقط أو للإنس فقط بل نقول الزكور أكثر ميلا إلا والإنس أكثر ميلا إيه إلا وإن شاء الله لما نيجي برضو الفروق الفردية طبعا نقول إن شاء الله معنا التلفون منا طبعا استأذنك برضو مستر تامر شوضر يا سيد ألو ألو أيوة منا أي مستر باسم أبارك الحمد لله تمام من أي محافظة الجيزة الجيزة آه نوه سهلا السؤال هتجاوب على سؤال الحالة أو اللي عند حضيتك سؤال لأ هتجاوب على السؤال اتفضلي هقول العبارة خاطئة لأما يعبر الوعي عن تجاوز الظروف والمصالح الفردية إلى مصالح آآ إيه نسيت لأ فاكريها ثانية واحدة اللي إيه مصالح المجتمع ككل يا منا آآ 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 ماشي يا منا طيب فيه أي سؤال عند حضرتك لا شكرا يا مستر العفوة من إن شاء الله تنازلينها في آخر الحالة نقول إجابة السؤال يا منا شكرا على الاتصال اتفضل يا مستر فإحنا بنتكلم على مواجهة مشكلة تبدل القيم وسوس باسم قلنا إحنا ما يهمنا في مشكلة تبدل القيم القيم بتتبدل عايزين نعرف حاجتين اتجاه تبدلها ونوعية القيم الجديدة بمعنى يعني إيه اتجاه تبدل أنت بتقلد مين دلوقت أنت بتاخد قيم جديدة من هل بتاخد قيم جديدة من مثلا من دول العربية زيك أو من دول خليج أو كده ولا بتاخد قيم من دول أجنبية أنت ماشي في أن اتجاه طيب ونوعية القيم اللي أنت بتاخد طيب أنت بتاخد يا عامل من دول أجنبية بتاخد من دول أوروبية بتاخد أنا قيم منهم هل بتاخد القيم الإيجابية عندهم اللي هي النظام والعمل والإتقان والاهتمام بالوقت ولا قيم أخرى إيه ده؟ يبقى أنا مش بتكلم على مواجهة القيم خلاص إحنا مش مشكلتنا تبدل القيم في حد ذاتها إحنا مشكلتنا نوعية القيم اللي إحنا بنتبدلها والاتجاه بتاعها رايحها فين وجاية منين طيب طيب هتأذن حضرتك بالفعل يعني لفت نظرنا جملة جميلة جدا إذا أردنا عزيز الطالب أن نواجه مشكلة تبدل القيم لابد أن نعترف سويا أن القيم نسبية وتتغير وفقا للزمان والمكان ولكن بعد فترة طويلة ولكن علينا أن نتساءل معا ما نوع هذا التغير القيمي مستر تامر ما نوع هذا التغير القيمي هل التغير الذي يطرق على القيم يتمشى مع القيم والعادات والتقاليد والدين أم تغير ضد القيم بتاع المجتمع بتاعي وضد عاداتي وضد أقاليد أرفض هذا التغير يبقى إذن نعترف أن هناك تغير في القيم ولكن علينا أن نتساءل ما هي القيم التي يجب أن نعتز بها ما نوع هذا التغير هل التغير بالفعل الإيجابي أم التغير يعتبر سلبس سأذن حضرتك معنا تلفون أسماء ألو 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 علي السقوط شوية أسماء ألو أهي السلام عليك أبارك عليك السلامة الله من إيه يا أسماء من أسيو أهلا وسهلا بيك وأهلا أسيو تفضلي عايزة دابع السقوط تفضلي أسماء ممكن لو سمحت تتعيده ليه السؤال حاضر بقول علل صحة أو خطأ الأبارة الآتية مستوى الوعي الاجتماعي واحد لدى جميع الأفراد العبارة خاطئة لأن مستوى الوعي بين الأفراد يكون مختلف حيث أن المعلم درجة وعيه تختلف عن الرجل العادي طيب كده الإجابة خلاص أي طيب فيه سؤال عندك يا أسماء لا شك ماشي يا أسماء أشكرك على الاتصال يا أسماء ومتابعة البرنامج شكرا اتفضل يا مستر تام فزي ما حركت رفضلت إحنا عندنا المشكلة المشكلة في اتجاه القيم وتاب الدول إذا نبقى لازم أن تبقى القيمة أساس باسم عملية مدروسة عملية مخطط لها موجهة تدرك لظروف تبقى موجهة مفروض طبعا الحكومات الهيئات التعليم الإعلام كل دول بيدعمني عشان أوصل القيمة اللي أنا عايز أدراحها فيه الأجيال اللي جاية يعني لسه كنت مثلا يعني سامع برنامج كده في قناة من القنوات راجل بيقول لو أنتم عايزين تتقدموا والشباب يعني من أساسة علم الاجتماع لو عايزين تتقدموا مفروض تجيبوا الحاجات في الإعلام الإعلام لازم يتغير مفروض 90% من حاجات الإعلام تبقى إيجابية و10% تبقى كبيرها أول نجد وسلب للمجتمع مش العكس صحيح مصداقا لكلام حضرتك طالما أثرت هذه النقطة ولكن علينا أن نتساءل معنا بأمانة الفن الآن يعالج مشكلة القيم أم الفن الآن يدمر بعض الفن مش أقول كله عشان مظلمش ولكنه يدمر بعض القيم تحت عنوان حرية الإبداع عزيزي المخرج عزيزي المنتج عزيزي المؤهد للبرامج عليك أن تتساءل جيدا ما نوع هذا الفن وهل يتطفق مع قيمك مع دينك مع عاداتك مع تقاليدك حتى لا تظلم الشباب تحت عنوان مقولة حرية الإبداع حرية الإبداع مستر تامر لا تأتي على حساب قيم المجتمع آسف فالأفلام الأديمة ما شاء الله الله أكبر كنا نقعد نضحك ولكنها كان فيها قيمة تزرع في نفوس الأبناء صح حضرتك يبقى إذن بالفعل إذا كان فيه إعلام يجب أن يكون هناك بالفعل دراسة علمية ومواجهة من أجل إصلاح القيم داخل المجتمع وليس إفساد القيم داخل المجتمع هستأذنك معنا محمود ألو ألو أيوة محمود آه محمود أتعايز أحل السؤال طب حبيبي من اين الى المحافظة؟ محافظة الجيزة الجيزة أهلا وسهلا تفضل يا حبيبي تفضل يا محمود معاك السؤال غلط يا محمود العبارة غلط مش سؤال غلط تفرق ديها واحدة بس ديها واحدة محمود نقول العبارة خطيئة وطي صوت التليفزيون يا محمود بعد إذنك محمود محمود وطي الصوت بس وسمعنا تفضل تفضل معاك محمود تفضل معاك هنقول لك برا خطيئة لأنه يختلف مستوى الوعي الاجتماعي لدى جميع الأفراد حال سويا الوعي الاجتماعي مستويات ودرجات حيث يختلف باختلاف مكان الشخص ودوره داخل المجتمع هنقول لك مثل الوعي المطلوب من المعلم يختلف عن الوعي المطلوب من الرجل العادي تمام طيب النقطة دي تحت ايها محمود طيب طيب يا محمود شكرا على الجابة يا محمود فهل يكتفى بمثال واحد فقط عشان ازبت ان هناك اختلاف اتفضل حضرتك طيب نحل المشكلة دي ازاي استاذ باسم احنا عندنا مشكلة اسمها تبدل القيم عايزين نواجهها اذا نبقى هناك بعض الاسليب او الطرق التي يمكن من خلالها مواجهة مشكلة تبدل القيم نبدأ واحد واحد اولا نشر العلم والثقافة لازم تنشر العلم والثقافة بتاعت المجتمع بتاعك لازم تغرز القيم الاجتماعية الاصيلة في مجتمعك القيم بتاعك ايه عندك اتصال؟ لا لسا لسا اذا نبقى القيم اللي المفروض اللي المجتمع يتمسك بها انشرها في درس انشرها في جريدة انشرها في فلم انشرها في مسلسل انشرها في الرياضة اذا يبقى اول حاجة نشق قيم و الثقافة اثنين ناشر التراصي الثقافة و احياه القديم بمعنى بمعنى فيه حاجات قديمة بدقة الناس تبس عنها طب ما تحياها تانى اكد ذاتك اكد هويتك شوف والدك كان بيعمل اية ليه ما اعملش زيه والدتي كانت بتعمل إلي ما تتمسكش بقيم بتاعتها خاصة ناخد منهم قضوة ودولة هما كانوا مركز القيم بتاعتنا والأساس فين الإخلاص فين التعاون فين الشهامة اللي قلنا عليها فين احترام الكبير فين عطف على الصغير فين إزاي تتمسك بقيمة الوقت والاهتمام بالوقت والنظام أين احترام الكبير إن شاء الله موجود أين احترام الكبير يعني خلينا نتفاعل بإذن زي ما بتقول حضرتك عشان نواجه تبدل القيم لابد من نشر العلم والثقافة عزيز الطالب العلم ليست مجدة علمية فقط عزيز الزميل أيضا عندما تعطي درس لأبنائنا الطلاب داخل الحصة في المدرسة عليك أن تبدأ بغرز قيمة في نفوس الأبناء إذن القيم جزء لا يتجزأ من الثقافة ومن العلم داخل المجتمع أيضا وزارة الثقافة أيضا لابد أن تعمل برنامج من أجل إيه زرع القيم وتأصيل القيم الاصيلة في نفوس أبنائنا الشباب وأبنائنا الطلاب حضرتك قلت كلمة جميلة جدا لابد من إحياء الطرس الثقافي الاجتماعي ولكن علينا أن نتساءل في أسليب مواجهة التبدل القيم نحن الآن بننفتح على الثقافات الأجنبية مستر تامر ولكن التساؤل الآن هل نأخذ من الثقافات الأجنبية كل شيء دون الوعي بمدى اتفاقه مع قيم وعادات وتقليد ودين المجتمع لأن أصبح التقليد في الوقت الحاضر قد يكون أعمى نأخذ ولا نفكر يعني نكتسب سلوكيات ولا نفكر في هذه السلوكيات مدى اتفاقه أو تعرضه مع قيم المجتمع طبعاً فضل حضرت الكلام ده يبقى قلط أو غير صحيح ده مش يجب علينا اللي احنا نعمله انت عندك ثقافات العالم كلها كل مجتمع لي قيمه خد اللي انت عايزه ما عندناش اعتراض بس لنا شرط واحد تتطفق مع قيم الأصلية بتاعتك تتطفق معي يعني مشى مع أساسياتك مش عايب أخد من الأوروبا العربيات مش عايب أخد منهم الإنترنت مش عايب أخد منهم التكنولوجيا مش عايب أخد منهم أمار صناعية أخد منهم قنوات فضائية أخد منهم كل اللي انت عايزه ولكن بشرط مشي الكلام ده حسب قيمك وعدائتك وتقاليدك وسياسة بلدك طيب عشان كده لازم ننوعي أفراد المجتمع أساس باسم لازم يبقى عندنا درجة عالية من وعي الأفراد ازاي اللي يدور في تغير هذي القيم ما يبقاش دورك سلبي لازم تقطبس وانت عارف انت بتعمل اين طيب هستأذنك معنا تليفون حمور من ايلي حمور ألو 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 أنا متجيز يا باش منين متجيز يا حمور أسس باسم أيوا منين حضرتك من عياط أهلا وسهلا بيك أيوا السؤال إيه أتجاوب على سؤال الحلقة لا عندي سؤال اتفضل اتفضل معاك لا عندي سؤال اتفضل معاك دلل بالأمثلة دلل بالأمثلة دلل بالأمثلة أن هناك بعض العوامل التي تشاهد على التنفس الاجتماعي في ميزان الاجتماعي تاني سؤال دلل بالأمثلة على إيه على السؤال شوية على أني عذاك بعض العوامل التي تشاهد على التنفس الاجتماعي تمام طيب فيه سؤال تاني تمام تمام طيب عموما اتفضل شوكرا أنا همور على الاتصال وأعتقد ده اسم إيه لا ولا اسم شخصي ماشي اتفضل حبيبي طيب بقول مستر تامر بيتساءل بقول دلل بالأمثلة على أنه هناك عوامل تساعد على التنفس ميزان الاجتماعي طبعا ديه جزء فيه العولمة وليه العوامل التي تساعد على التنافس الاجتماعي ليه التقليد وطبعا وتقدم فن الدعاية والإعلان وربط المكان الاجتماعي بالاستلات اتفضل حضرتك ما هو يعني كده يا حمور من العياد جاء بالسؤال دوت من درس العولمة ومن الأثار الاجتماعي والثقافية للعولمة تمام انتشار النزعة الاستهلاكية تمام احنا دلوقتي بقينا في ظل العولمة الانسان أصبح الاستهلاك دلوقتي يتجاوز الأساسيات بل والكماليات وأصبح غاية في ذاته الناس بقت تستهلك لمجرد عايزة تشيري أو تستهلك فقط لغير دورنا على الأسباب والعوامل اللي قدت على الاستهلاك يا شباب واحد التقليد يندفع الناس في تقليدهم لبعضهم البعض في ميدان الاستهلاك اتنين التقادم في فنون الدعاية والإعلان واسلوب عرض السلع والإغراءات اللي بتخلي العامل أو العميل أو الزبون أو المستهلك يقبل على الاستهلاك بشكل أكتر آخر حاجة ربط الاستهلاك بالمكانة تحول الاستهلاك إلى مكان أعلى كلما تستهلك أكتر نعمل عملية إطفاء يعني إعطاء مكان أعلى للشخص المستهلك فالإنسان عايز يبص بنظرة عالية فبيشيري أكتر عشان الناس يبصوه بمكان يبقى دي ثلاث أمثلة أصارت على التنافس وميدان الاستهلاك تمام سلمة ألو ألو أستاذيلك معلش أيوة سلمة أيوة سمعك يا مستر كان عندي سؤالين نعم عندي سؤالين طيب الأول التي قدرها هتجاوبين على سؤال الحلقة طيب ماذا اتفضلي هقول العبارة خطوة حيث أن الوعي مستويات فمستوى لكل فرد يختلف عن مستوى الفرد الآخر يعني مثال المعلم يختلف عن الصالب أو طالب الشهادة الجامعية يختلف عن طالب الشهادة الابتدائية في حاجة تانية لأ طيب what's the same problem السؤال بيقول لي on the same problem على صحة أو خطأ العبارة لا фرق بين العلمة وزيادة الاستهلاك لا السؤال تاني on the same problem لا فرق بين العلمة وزيادة الاستهلاك انظر unpreمر السؤال ده سلمة on the same problem علم صحة أو خطأ العبارة ماشي ماشي السؤال ده معلش قد نعرف المصدره معايا يا سيستامر مع حضرتك. يلي. طب اشكرك الاول على الاتصال. سؤال تاني طب يا سلم. طب فيه سؤال تاني. اه بيقول لي لما يقول لي سيعنف مرادف للارهاب. ممكن اقول له العبارة صحيحة. يعني مثل. لما يقول لي العنف مرادف للارهاب. لا انت بكي تحكي. طب اقولك يا سلمة معلش. ايا مستر لما يقول لي العنف مرادف للارهاب. طب ديها واحدة بس دقيقة. انت فاهم الاول يعليه كلمة مرادف اللغة العربية. ايوة. انا ممكن اقول ان هو يعني. لا ديها واحدة. الاول العبارة صحيحة ولا خاطئة. هو حضرتك كنت مجاوبة ان العبارة خاطئة. اسألك سؤال. طب هل العنف معناه الارهاب. لا. بس هما الارهاب. خليك معاش انا وريك ديها واحدة ديها واحدة. طيب. هنا لابد ان انا بالبداية كده العنف مرادف للارهاب. يعني الالتين بمعنى ايه. واحد. يبقى اقول له لازم اقول له العبارة خاطئة. لان العنف يتمثل في ايه. في الضرب. في الازاء. في القاتل. في اختصاب. في الاعتداء على الغير. ده العنف. في التخريف. في التدمير. اما الارهاب المقصود بايه. الترويع. التخويف. زعزعة الامن. والاستقرار داخل المجتمع. والرغبة في امتلاك اشياء زي السلطة كده. بطور غير مشروعة. يبقى اذا. بالبداية كده العنف مش هو الارهاب. يبقى العبارة خاطئة. بالنسبة للسؤال الاول. طيب فيها اسئلة تاني. طيب اشكرك على الاتصال. بس خليكي بقى معنا في التعليق على السؤال الاول. اتفضل يا مستر تاني. شكرا على الاتصال. شكرا على اتصالك يا سلمة. بس فيه حاجة يا سلمة. لا فرق بين العولمة والتنافس او زياد الاستهلاك. طبعا اولا ما ينفعش اقرار ما بينهم. لان الاستهلاك ده جزء مترطب على مين يا سلمة? على العولمة. يبقى السؤال. وحرف لا لا ما بيبدأ في الاول كمان احنا بنبوز السؤال خالص. بنحاول مواقعيس الامتحان يا سلمة. ما بننفيش الجملة في البداية. انا سأزينك مصدقل لكلام حضرتك برضو دي انت ملخوزة جميلة. ابناء الطلاب والزملاء ايضا. سؤال الصح والخطأ مع التعليل يبدأ بفعل. لا يبدأ بادات نفر. زي مان طبعا مصدر ايه? تاني. طبعا نشوف حتى السؤال بيقولك لا فرق بين العولمة وانتشار قيمة. لا طبعا. طبعا هو ممكن ممكن نقول لا فرق بين العنف والارهاب. بس قلنا لا ما تبدأش في الاول بس تاني. زي السؤال الثاني. العنف مراد في الارهاب. طبعا العبارة دي خطأ يا سلمة. السؤال زي ما قالك اساس باسم. العنف معناه تفش وانتشار صور جرام البشأة والعنيفة. زي القاتل والتدمير. اما الارهاب هو صورة من صور عنف. يبقى مش هو العنف برضو. هو صورة من صور عنف. معها ترويع وتخويف الناس. وزعزعة امن المجتمع والسكرار. اما السؤال الاولاني السيغة بتاعته غير صحيحة. اه. يعني. ولكن احنا لسه شرحين زيادة الايه? الاستهلاك دلوقتي يعرفنا ان هو نتيجة للعولمة. وممكن استأذنك قعده لها بقى بطريقة صحيحة. اتفضل. اه. يعد انتشار النزعة الاستهلاكية نتيجة للعولمة. اه. بكده ممكن يجيني السؤال كده. لكن ما يجنش لا فرق بين العولمة والنزعة الايه? الاستهلاكية. طيب اتفضل حضرتك. نرجع. اه. هستأذنك برضو في انت حضرتك كنت بتتكلم عن اسري مواجهة القيم. هل هناك علاقة مستر تامل بين الوعي الاجتماعي ومواجهة تبدل القيم? هل من الضروري ان نهتم بالوعي من اجل تبدل من اجل مواجهة تبدل القيم? عشان نربط برضو الفكر لدى ابناءنا الطلاب. تفضل حضرتك. ويمكن انا 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 شايف ان اكتابي المدرسة يعني ازاكي في الحتة دي اوستاذ باسم. اه. وطبعا حالك كنت متواجد مع المجموعة يعني. اه. شكرا. بدأ بالوعي لان الوعي مترطب عليه تقريبا معظم مشاكل اللي بتحصل بعدين. تمام. لان لو الوعي موجود مشاكل كتير مش هتحصل. ولو غاب الوعي في مشاكل كتير هتحصل في المجتمع من ضمنهم القيم اللي احنا بنتفرج عليها او بنشرحها النهاردة. درس القيم يا جماعة انا عندي بعض القيم. ما ينفعش تبقى انت فرضي سلبي. ما ينفعش بقى ليس لك دور في تغيير القيم. تمام. لازم انها بقى ليه دور. ولو بالفعل مش لازم يا جماعة اغير القيم اهقول يا جماعة عايزين نعمل كذا بالسنة. انت ممكن تعمل فعل الافات الناس بتعمل وراك. لما بتنشر حاجة على النت حاجة فيها خير او حاجة فيها ميزة للناس. ممكن ناس كتير بتقلدك ونشرت قيمة ايجابية. ما تبقى سلبي. مش كل واحد بيدي لك قيمة انت هتقتبصها. ومش عارف انا بعملها ليه. وعشان ايه. واضرارها ايه. ما تاخدش ثقافتك كده وتهون عليك بسهولة. اذا يبقى كلما الوعي بيزيد. الانسان بيبقى ليه دور يا سازنة. في تغيير القيم وليس يكون دوره سلبي متوقف عند الاقتباس او النقل فقط. تمام. بفعلا هناك علاقة بين الوعي وتبدل القيم. فغياب الوعي الاجتماع المستنير يؤدي لخلق كثير المشكلات. زي ما قلت حضرتك مشكلة تبدل الايه? القيم ما استأذنك طب معنا تليفونه وبعدين نعود الى. الو. 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 الو سلام عليكم. عليكم سلامة الله. مين معنا? ربيع? رفيع. اهلا بيك. تفضل. رفيع. رفيع? اهلا بيك. اهلا بيك رفيع بيك. تفضل حضرتك. في سؤال توجب علاقة بين الميل والنوع. هل تؤيد ام تعرض? طب الاولى تجاوب على سؤال الحلقة? اه. تجاوب على سؤال الحلقة الاول يا رفيع? مدارس رفيع ولا طالب? اه. الو. اه رفيع? رفيع. هو راح افل قلدي. الو. اه فاصل التلفو. طب وك. يوجد علاقة بين الميل والنوع. يعني انا انا مش عارف سمعته صحة. لا يا رفيع. توجد علاقة بين الميل والنوع. طبعا هناك النوع. النوع يعني الجنس سواء ذكر او انسة رجل او امرأة. يختلف النوع زي ما قلنا من شوية. طبعا الذكور عندهم بعض الميل والانس عندهم بعض الميل ولسه يلينه من شوية. ولكن الده اذا كان السؤال لنا سمعته صحيح. حرارة ممكن شرفنا وتعود الاتصال تاني. ايه رأيك في صوت رفيع? انا حاسن صوته كبير فانا كنت فاكرو مزاري الزميل شوية. فاتشرفنا رفيع تاتصال تاني. طيب اخر حاجة بس او استاذ باسم. فضل. في السليب موجة القيم. تنمية وعي الشباب بمشكلات مجتمعه ودوره فيه. يا جماعة انتم عماد المجتمع. انتم العمود الفقر للمجتمع. ما ينفعش المجتمع يتغير بدون شبابه. الشباب هم يعتبر قوة وايدة الامة الساعد اللي هو بتاع دلوقتي. وهم رجال المستقبل طبعا. تمام. فما ينفعش الشباب القيم بتاعتهم بالضيع. ده لازم نلحق. لازم تبقى انت عارف اللي انت اكتر واحد تتمسك بقيمة لانك انت هتبقى مسؤول عن البلد الفترة جاي. مش كل الكبار دول هيفضلوا موجودين على طول يا استاذ باسم. اه. فلابد يبقى عندنا بعض الشباب اللي عندهم واعي بمشكلة القيم بتاعتهم. اذا يتمسك بقيمة الايجابية ليا وللا اجيال اللي جاية. ماشي. معنا سازينك معنا اتصال. اليوم. 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 عليك سواء. دعاء من سواء. اهلا بيك يا دعاء. اتفضل. هتجاوب الاول على سؤال الحلقة دعاء. اه هجاب يا مستر. اتفضل. اه. طب يا مستر هنقوله الايجابة غلط. اه. يا جماعة الاجابة او الابارة? الابارة. ماذا شكرا. اه. هنقوله لان الوعي الاجتماعي يتجاوز مع الظروف والمصالح السردية الى مصالح الجماعة والمجتمع. اه. سمسال على ذلك اه. تختلف مستوى الوعي لدى الصحفي او المعلم. يختلف عن مستوى الرجل العادي. اه. والشخص المتعلم يكون اكثر وعيا. اه. مما الشخص الغير متعلم. طيب. اموما شكرا على الاجابة. وتستمع الى الاجابة في اخر الحلقة ان شاء الله يا دعاء. في اسئلة عندك في مده? لا شكرا. في? لا شكرا. شكرا على الاتصال يا دعاء. شكرا. طيب. مستر تامري انت قلتنا كلمة جميلة. لابد من توعية الشباب بمشكلات المجتمع. نقول للشباب. ارجعوا الى قيم الاصالة. ارجعوا الى قيم العمل. والاخلاص في العمل. من اجل المجتمع الذي نعيش فيه. لابد بالفعل نربط ما بين الوعي لدى الشباب. وحقيقة التغير في القيم. ولابد ان يصنع هذه القيم. لا يتقبلها فقط. يعني لا يستوردها ويتقبلها فقط. بل لابد ان يكون له دور في صنع هذه القيم. وايضا لابد ان يكون له دور في يعني علاج مشكلات المجتمع. نقول للشباب اين الوعي. ولابد ان يكون لديك الوعي في مشكلات المجتمع والعمل على حل هذه المشكلات لانتوا فعلا المستقبل. اتفضل حضرتك. طيب ناخد بعض الاسئلة على موضوع تبدل القيم او سوز باسهم. اتفاهم. يعني من ضمن الاسئلة اللي ممكن لقاءه في الامتحانات ان شاء الله الشباب. هو الموضوع مش كبير فممكن نلاقي بعض الاسئلة دي. اه تتعدد مظاهر تبدل القيم علل صحة او خطأ العبارة. طبعا تتعدد مظاهر تبدل القيم. ايبقى باتكلم على مظاهر. علل صحة او خطأ العبارة طبعا العبارة صحيحة. ونقول اللي احنا قلناه اهتزاز المعيير واصراع بين الطبقات واصراع بين الاجال. طيب سؤال اخر يا شكرا سباسهم. اه. طيب اه. اه. اقترح اسليب لمشكلة تبدل القيم. طيب بحستازينك اقترح اسليب لمواجهة مشكلة تبدل لليه القيام معلاش دي ممكن سقطت من هنا شوية من حضرتك في الاعداد اقترح أساليب لمواجهة مشكلة تبدل القيام بس مستر تامر عايزين نلف تنزل أبناء طلاب حاجة مهمة جدا لو جالي عقب برأيك أو اقترح أو أذكر مبرراتك أتمنى أن يكون الاقتراح وذكر المبررات وكل هذه المصطلحات أن تكون من كتاب المدرسة يعني أقصد إيه اقترح أساليب لمواجهة القيام ياريت عندي أساليب في كتاب المدرسة لمواجهة تبدل القيام أتمسك بها لأن هي دي بتيجي طبعا زي ما حضرتك عارف في نموذج الإيه الإجابة وبرضو أستاذ باسم برضو عشان إيه ما نحرمش إبداعهم ما نحرمش إبداع التطالب برضو وحريته ورأيه لو عنده إجابة مقبولة ومنطقية ويضيف وليس إيه ومنطقية فبتحصل بدرجة كاملة برضو ما نقولهش أنت قفلت أسالي وحد يقولك طب أنا اقترحت لكم وأنا شايف الاقترحات بتاعتي كويسة ما عشان كده إحنا بيقول إيه بقى حضرتك يعني اقترح بعد أن تقول المعلومة من الكتاب يعني قول أساليب مواجهة القيام الموجودة عندي في الكتاب وبعدين أأتي بمقرحاتي عايت تضيف حاجة مقبولة منطقية ماشي السؤال البعد كده حضرتك القيام الاجتماعية ثابتة مطلقة على السيحة أو خطأ العبارة طبعا قلنا هي مش ثابتة مطلقة هي نسبية تتغير من زمان لآخر طبعا ولكن لازم تبقى عملية قلنا مدروسة ونعرف اتجاهها ونوعية القيام الجديدة طبعا في المقدمة بتاعت أساليب مواجهة القيام طب السؤال اللي بعد كده بقوله كل مجتمع نصق قيامي يختلف عن غيره من المجتمعات هل تؤيد أذكر مبررتك نعم لكل مجتمع نصق قيامي يختلف المجتمع للمجتمع آخر ولكن نؤيد هذه العبارة والمبارلات طبعا مقدمة بتاعت الدرس نفسه طيب السؤال برضو آخر تتعدد أساليب مواجهة تبدل القيام على السيحة أو خطأ العبارة طبعا عبارة صحيحة قلنا نشر علم الثقافة قلنا تعليم وإحياء التراث الثقافي وتنمية الوعي طيب سؤال آخر أسراع بين الطبقات من مظاهر تبدل القيام طبعا عبارة صحيحة نتيجة خلافة القيام بين المجتمعات ولكن السؤال ده ممكن يجي زغير شوية ممكن يجي المظاهر كلها على بعضها لأنها ثلاث جزئيات لا حضرتك أنت في ميزة برضو في الاعداد بتاع حضرتك يعني من الكراش حضرتك أنت جايب لهم على كل جزئية الجزئية معناها إيه؟ معناها أننا لما أجيب في كل جزئية بعد كده أنا بلم الموضوع ككل يعني اللي أنا بقى فهم الموضوع كله بكل طيب يعني فعلا أشكرك على هذه الملحوظة تفضل حضرتك طيب نخش على الموضوع آخر عند النهاردة ونأخذ جزئي منه إن شاء الله قبل ما نخلص الحلقة طيب أستاذ هستأذنك قبل ما ندخل في موضوع البطالة نشوف بقى إيه يسرى من القاهرة ألو ألو السلام عليكم ونجي سؤال لو سمع السلام عليكم السوء يا سلام عليكم ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ممكن أسأل السؤال حضرتك ماشي حاضر بس يتجاوب على سؤال الحلقة ولا تسألي لا أستاذ اه تفضّاني وضّح دور الدولة في رعاية ضعاف العقول دور وضّح دور الدولة التليفون فصل طيب أشكرك على الاتصال دور الدولة فيه طبعا أنا سمعت تعريبا مواجهة ضعاف العقل أو الآخر عقلي طبعا طبعا ما أنا يسرى ممكن على التليفزيون عندنا طبعا فيه ناس متفوقين عقليا وفيه ناس متأخرين عقلين أو بنقول عليهم ضعفة عقلي وإحنا قلنا كان ليهم أربع مستويات هيسرة طبعا الدولة ليها دور إنشاء إنشاء ورعاية افتكر التالت كلمات دولة إنشاء ورعاية إنشاء مدارس للتربية الفكرية طبعا لمعالجة الناس الضعف العقلي أو لطريقة التعامل معهم المنازمة وإنشاء مراكز وحدات صحية للتعامل مع مشكلة الضعف العقلي لإنه بنعتبره حالة مرضية ورعاية أممه وطفولة لإنه قد يكون الأم هي سبب من أسباب الضعف العقلي لدى الطفل أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة ومدارس برضو إنشاء مدارس تربية الفكرية إنشاء مراكز للعلاج ورعاية أممه وطفولة دي الدولة اللي مفروض تعمله مع يسرى عشان نحاول نقلل من الضعف العقلي ولو عندنا نعلمه وحاليا القادة السياسية في مصر بتهتم جدا بهذه الحالات وبيحاولوا برضو تدوم مكانة داخل المجتمع طب شكرا على التصالي نشوف حضرتك قضية البطالة عزيز الطالب لابد أن تعلم جيدا أن قضية البطالة ومشكلة البطالة لا يختص المجتمع المصري بعينه فقط ولكن هذه الظاهرة مستر تامر أو المشكلة توجد في المجتمع المصري وتوجد في معظم الدول أيضا العربية رغم إمكانياتها الاقتصادية يبقى إذن قضية البطالة قضية ليست محلية فقط يعني مش عندنا إحنا بس وطب عندنا كانت النسبة في 2013 حوالي 13.2% ولكن أعرف الله أعلم برضو حضرتك اللي تؤيد أم تعرض في هذه المعلومة أنه يقال البطالة في الوقت الحاضرة يعني بدأت توصل ل13 أو 12.5% يعني بدأت نحل المشكلة شوية من 2013 إلى تاريخه طيب معنا اتصال ألو السلام عليكم عليكم السلام عليكم أهلاً 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 بيك افضل أنا عندي سؤالين يا مستاذ طيب سؤال الحال أسمعته الأول عايز تيجاوب عليه ولا لا؟ أنا أسمعته مش طيب أقوله لك ماشي صح أم خطأ مع التعليم مستوى الوعي الاجتماعي واحد لدى جميع الأفراد نسمع الإجابة ولننتفق إلى السؤالين أنا أقول لسؤالين أول بعدها تفضل 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 السؤال الأول ده البنسان ها التخيل في الطفول المبكرة بصر تاني التخيل في الطفول المبكرة بصر آه تخيل طفولة مبكرة بس طيب في سؤال تاني النتائج المترتبة على فروق الفردية بين المراحوكين طيب هاستأذنك مستر تامر كده سريعا عشان وقت لحلقة بس بوس اشكرك طبعا على اتصال وريد تستمع الى الاجابة من خلال الايه؟ من خلال طيب السؤال الاول بيقول مستر تامر دلل بمثال تخيل الطفولة المبكرة تخيل بصري اي ان التخيل لدى طفل الطفولة المبكرة تخيل بصري بيرتبط بالاشياء المحصوصة وما يوجد امامه في الواقع ولكن لابد ان نتساءل جيدا ماذا يحدث عند التخيل لدى الطفلة؟ نرى انه يضيف اليه منين من خياله فاذا رأى حادث انه يقول دلل بمثال فاذا رأى حادث سيارة فاذا به يحكي قصة خيالية فيها جزء من الخيال شفت حادث عربية ضربت واحد وطار فوق الشجرة ونزل ايه؟ على الارض والناس تلمت عليه طب هو مطارش فوق الشجرة طبعا حادث عادية ولكن الطفل معروف تخيله بصري ويضيف اليه منين من الخيال السؤال التاني سريعا برضو يعني يبدأ بالواقع وليس هالألفاظ وفي نفس الوقت بيضيف اليه من خياله طيب ما النتائج المترتبة على الفروق الفردية بين المراهقين برضو نجد ان بعض المراهقين يبدأ نضجه الجسمي الجنسي والجسم مبكرا وينمو بسرعة والبعض الاخر يبدأ نضجه ايضا الجسمي والجنسي متأخرا وينمو ببطء مما يترتب عليه فروق فردية بين المراهقين ولكن علينا ان نتساءل معنا ما النتائج المترتبة على هذه الفروق الفردية طبعا مستر تامر ماذا يحدث لو قارن المراهق نفسه بالاخرين ده هو طويل ده أنا قصير احنا قلنا فيه فروق ايه فردية ترجع الى عوام الوراثية وعوام البيئية ولكن ما النتائج المترتبة على ذلك هنا عنده مشكلات نفسية واجتماعية وقد تكون من ضمن هذه المشكلات الاحباط طب وعلى المراهق النصيحة بالي احنا ممكن نقدمها للمراهق على المراهق اللي يقارن نفسه بالاخرين ويعلم ان هناك فروق الفردية قد تكون اسبابها ظروف فراصية او بيئية يبقى بالفعل فيه فروق فردية وقد يترتب عليها مشكلات نفسية واجتماعية تفضل حضرتك نرجع لموضوع البطالة قلنا البطالة هي مشكلة من المشكلات الاساسية التي تهدد مجتمعنا ومعظم المجتمعات العربية باختلاف مستوياتها كمان هي مشكلة الاساسية لانها سوء العمل بياشهد اختلال في سوء العمل وعرفنا برضو معدل البطالة في الرابع الاول من 2013 يعني اول اربع شهور كان 13.2% حتى جهاز التعبية والاحصى المصري قال ان زيادة البطالة بتقدل بطء عام في النشاط الاقتصادي او الانشطة الاقتصادية طيب هنا بمفروض نسأل بقى ما هي كلمة البطالة وفي نفس الوقت نعرف كلمة العاطل كلمة البطالة او العاطلة او ساس باسم كزي ما عرفتها منظمة العمل الدولية اللي اوصد بهذا التعريف قالت العاطل او العاطل عن العمل اللي هو البطالة هو ذلك الشخص الذي يكون فوق سن معين بعض الناس قالوا 18 سنة وبعض الدول 20 سنة يعني حطوا سن حد ادنى لبداية العمل ما يفعش طفل يشتغل ما يفعش عنده خمس ست سنين نزاله شغل نقول احنا بعد حصوله على المؤهد سواء بقى الدبلوم او مثلا ايه بكاريوس ادنى سن معين 18 سنة 17 طيب هو ذلك الشخص الذي يكون فوق سنه معين خلي بالي حطة دي وهو بلا عمل رغم ان هو قادر عليه ويبحث عنه ويبحث عنه او راغب فيه ويبحث عنه عند مستوى اجر معين ولا يجده يبقى انا واحد عند سن معين اللي هو في سن العمل بلا عمل رغم ان هو قادر عليه يعني ما عندهش عجز جسمي رغم ان هو راغب فيه يعني نفسه يشتغل يبحث عنه يعني بيدور عليه عند مستوى اجر معين يعني ايه يعني ما ينفعش بأدور على إيه شغلنا ما تقول إيه تعالي اشتغل إحنا في القاهرة اشتغل في محافظة الإسكندرية بمتين جنيه في الشهر أقول لك طب بروح أعيش بيها إزاي ولا مواصلات ولا أك إذن يبقى برضو العمل عند مستوى أجر معين في الآخر لا يجده يبقى لو واحد توفرت في الشروط دي يا جماعة عدى السن القانوني للعمل بدأ يدور على شغل والله نفسه يشتغل بيبحث عنه عند مستوى أجر معين وهو قادر أنه يشتغل ولا هيجده سأتا بنقول له عاطل أو هي دي كلمة البطالة يبقى بالفعل ولكن لو وجدنا شخص آخر لديه إمكانيات على العمل لديه القدر على العمل وفي السن معين ولكنه لا يبحث عن العمل لأن الأسرة أو الأب يوفر له إيه الحياة السعيدة بابا مبسوط بابا عنده شغال مع بابا أو كده فإذن هل يعتبر مستر تامي مش عايزينه شغال مع بابا كمان بقى عايزينه قاعد في البيت عشان نقول بلا عمل بقى هل يعتبر لا برضو لو هو قصد يعني إيه عنده إمكانياته خلاص هل يعمل لا يعمل وعنده إمكانياته مع بابا برضو يعني هنا يعتبر مش تابعة دولة قصد طب هل يعتبر عاطل لا قلنا لو الشخص لا يبحث عن عمل ولا يرغب فيه لديه إمكانيات مادية معيشية مخالية عندي قرر بتجيب لي فلوس عندي عمرة بتجيب لي فلوس أنا مش بابحث عن عمل يخرج من فئة البطالة أو فئة العاطلين طيب إحنا عندنا أسباب البطالة أو سيد باسم طب نرح نخش فيها ولا نحل سؤال الحلقة لا عايزين سؤال الحلقة يعني إيه دامنا دي قتل فاطفك فاستازينك بقى الإجابة إيه السؤال الحلقة زي ما عرقت فضلت أو سيد باسم فضلا قلنا الوعي الاجتماعي يختلف الوعي الاجتماعي واحد لدى الأفراد أو جميع الأفراد المجتمع عاللت سهدا أو خطأ عبارة طبعا عبارة إيه خاطئ العبارة خاطئة الوعي الاجتماعي يختلف مختلاف الأفراد طبعا لدرجة التسقيف الذاتي طبعا كلما التسقيف اللي هو قصة الكراء والبحث والإطلاق هي النقطة دي موجودة في كتاب المرأس الشباب تحت نقطة تسقيف أو سيد باسم كل بيجيب من آخر المثال وقاءة لو ودي مثال واحد فقط فإذا يبقى كلما التسكيف يزيد اللي هي قصة الكراء والبحث والإطلاع كلما الوعي بيزيد إذا يبقى الوعي درجات ومستويات تسكيف المعلم أقوى من تسكيف الطالب إذا يبقى هناك فرق بين درجة وعي المعلم والطالب أستاذ الجامعة أو الدكتور تسكيفه أكثر من الإنسان العادي أو المعلم قد يكون المسؤولين أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أكثر وعيا من الإنسان العادي إذا يبقى كلما التسكيف بيزيد الوعي معها بيزيد بيختلف درجة الوعي من شخص الآخر زي الطالب زي المدارس زي أستاذ الجامعة زي المسؤولين الكبار في الدولة طب نقدر نحدد اسم كده يكون أقرب للإجابة الصحيحة والله أقرب للإجابة الصحيحة أنا حسيت يعني أنه هو محمود من الجيزة فراحة مطفص معك فراحة معلم على الفاعل أسماء من قصيوط قربت شوية أسماء من قصيوط قربت شوية تقدر تقول برضو إيه يعني أنا عايز كنت أقول أحمد اللي في الأول بس إيه ما دخلش الإجابة اللي إحنا عايزينها يبقى إذن بالفعل لو حبينا نجاوب على سؤال عزيز الطالب أشرح النقطة كلها لها التسكيف الذاتي ما جيش عند المثال أقوله بعدين ما ديش مثال واحد فقط يا مستر تامر شفت بعض الطلاب يده مثال واحد فقط إنه بقول المستوى الوعي الاجتماعي واحد لدى جميع الأفراد لا ده أنا بذبط بالأدلة بالأمثلة إنه يختلف من فرض الفرض إيه آخر بكده قيمنا إجابة أبنائنا الإيه الطلاب وسمعوا الإجابة والنصيح اللي إحنا قلنا لهم إنه يجاوب النقطة كلها ما يجيش من الآخر ويقول الإيه ويقول إجابته طيب في حاجة تاني ممكن بس يعني إحنا عايزين نديهم نصيحة لإنه فيه فيه لقيت كتير لقيت كتير برضا أساس باسم كله خايف من 30% نسبت مساواة عليا في الامتحان أولا يا جماعة كلمة مساواة عليا مش معناها سؤال صعب ولا مسحيل زي ما الناس متخيلة لأ معناها فقر أنت بس مش حافظ حفظ آلي أو مش عندك سؤال تذكر الأسئلة كذا نوع أساس باسم فيها أسئلة اسمها أسئلة تذكر فيها أسئلة اسمها أسئلة الفهم أو الفهم فيها أسئلة اسمها مساواة عليا مساواة عليا قد يكون اقترح قد يكون حل قد يكون عقب برأيك أو وجهة نظرك هل تبطفك مع عزين ما أقول الأملية واذكر مبارياتك مش معنا يا شباب ما حد الشي خوفنا لأن شفت بعض الناس عملت خوف الطلبة كلمة مستوى عالية 30% مستوى عالية عايزين نعملوا إشاعة معينة كده يا جماعة ما فيش مشكلة الدنيا أسهل من كده بكتير انت طالب مذكر المادة كويس هتقدر تحلي كويس أيا كان نوع السؤال لأن حريك برضو حافظ وفاهم مش معناه حافظ بس احنا عايزين نمشي بالاتجانة مصدقا لكلام سألتك برضو طالبة بتقولي يا مستر صحيح هو الوزير لما طلب لقوا عملية العشر درجات دي اللي هم رفضوها وكده يعني القلب اللي عنده أنا هجيب لهم أسئلة صعبة جدا السنة دي أنا دي حت طبعا الكلام ده لا أساسة له منين من الصحة الامتحانات أولا مستتامل لها مواصفات معينة لا يمكن لأي إنسان أن يخرج عن هذه المواصفات طيب نقدر نعقب عما تحدثنا عنه في البطالة نقول هل كل عاطل عن العمل يعد ضمن فئة البطالة؟ لا طبعا احنا قلنا العاطل هو الذي يبحث عن العمل وقادر عليه وراغي فيه ولكنه لا يجده أما في بعض الناس اللي بقول لهم إمكانيات مادية عنده ظروف معاشية مناسبة مش محتاج للعمل لا يبحث عن العمل لا يرغب فيه ناس كتير زي ما حراكوا أستاذ باسم في بعض الأماكن عنده أراضي بتجيب له مثلا يعني مبلغ معين عنده عمير أو مشريع بتجيب له مبلغ هو مش شغال ممكن يكون مؤجرها ولكن هو عنده عائد مادة بيجي له شهريا فهو مش محتاج الكلام ده أموما أتقدم لك شكرا جزيرا أستاذ تامر شطط أستاذ المادة وزارة البيئة والتعليم كما أتقدم بالشكر إلى أبنائنا الطلاب اللي اتصلوا بنا النهاردة واللي تابعونا من خلال الشاشة المفضلة إليهم وكان معكم باسم هولا وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته